ازايكم صباح الخير بتوقيتي النهاردة هعمل معاكم اللبنة هعملها بتلات نكهات عالمية واللي اجمل من كده اني مش هستخدم الزبادي الهو اليوجرد فيها عادة اهلنا في العرب بيعملوا اللبنة بالزبادي لكن انا هعملها معاكم بالحليب يعني لو عندك نص كيلو حليب او كيلو حليب في التلاجة الهو اللبن اللي احنا بنقول عليك مصريين لبن هاتيو هنعمل مع بعض الجبنة دي اللبنة هي نوع من انواع الجبن بس هما مسمينها اللبنة عشان بيستخدموا فيها الزبادي بصوا شكله عامل ازاي ده كان حليب وخليناه جبنا بدون اي ما نحط عليه اي حاجة تانية تعالي شوفي قد ايه سهل بسيط بصي كطعة متى مسكة ازاي تحس كده انك مسكة كطعة زبدة حقيه عايز اقول من دلوقتي انجوي انا عارفة انك هتدعوني من قلبكم لانه هي تبارك الله حلو قوي هجيب الحليب هوا تجيب بتو جاس الحد ما يوصل لمرحلة الغليان هنزل عليه بالخلي الابيض تات ساد شوفتشي قلتلك الخطوات بسيطة كل المحتاجة يكون عندك الحليب و اول ما هتحط الخلي عليه هتلاقيه يروح فصل بشكل ده هنعمل ايه ثاني هنحط الحليب على البتو جاس اول ما يوصل لمرحلة الغليان بش انسيبه يغلي عايز اقول لك حاجة بقى لو هتستخدمي النوع ده من الحلل اول ما تحطيها الاول فاضحة للبتو جاس وبعد كده حط شوية مية شوية في القاعة ماشي عشان اللبن ميلزقش فيها وبعدين انزلي بالحليب اول ما يسخن ويوصل لمرحلة الغليان عندنا هننزل بالهوى الاخلي الأبيض تتسد وهستنى بقى لحد ما يفصل كله من بعد ممكن تشتغلي عليها بعد ساعة يكون برد عشان تقدار يتمسكيه انا كرأيي بقى ممكن تسيبيه يبرد خالص عشان يصفي اياه خلص كل كمية اللبن اللبن الجوه يعني يفصل كامل تروح يحطها جيبي شاشة نضيفة او اي حاجة تصفي فيها الجبنة خدت انا بقى جزئ منها كده من الحليب اللي انا عملته وروح تعمل به اللبنة تمام؟ حطتهم في شاشة فاينالي انا اشتريت البتاعة دي اونلاين لقيتها ويعني هي اشتغلت يعني ما قالتش لأ عشان كنت باستخدم الحاجات التانية وهنزل بيها هنا عايز اقول انك لو سبتها تبرد هديدك كمية جبنة كتير يعني ده المقصود بانها سيبيها تبرد وكمان عشان ما تتلسعيش اتفقنا هاصرها كويس قوي طول ما هي طرية في ايدي مش عارف هشكلها سبها تبرد شوية ممكن ادخلها التلاجة الساعة وارجع لها او ساعتين ممكن تسيبيها اليوم كامل الحقيقة انا انشغلت عنها رحت عملت حاجات وراي وخلصت وبعد ما حدتها في التلاجة تمسكت وبقت بالشكل ده بصوا عملت ازاي خطيرة ما عملتش فيها اي حاجة تاني خالص مجرد اني حدتها جوا الشاشة وعصرت منها المية صفت المية مفيش فيها مية نهائي دلوقتي زا ما تشايفين كتعة زبدة بصوا عملت ازاي كتعة كده طرية متمسكة خطيرة دلعة مفيش فيها اي ملح نهائي يعني صحية 100% خطيرة انا لها كسرة ولا هعملها رشي رشي طاطش بسيط من الملح عشان انا هضيف عليها حاجات تانية هتزود لنكها تمام هعمل شوية سادة للي بيحب السادة عايزول انا فترتي بها بالصباح قليت بيد وطلعت بقى واحدة مش عايز اقول انا اصبق الوصفة هقولكو في الجزء اللي يناسب الوصفة اللي هشتغل عليها همسكها كده بعد ما رشيت عليها بسيط جدا من الملح والملح اختياري وكورتها الحجم المناسب ليا تمام وروحت حطها عفوا ابني بيكوح وانا زيو وروحت حطها بشكل ده حطيتها في طبق نديف درايك وناشف عشان ما تبصي مني تمام بصوا ده شكلها بعد ما تكورت كلها تبارك الله كمية حلوة محترمة هي ويعني الواحدة ايه بتخش كده تقفل هنا هستغدم حبة البركة كل يوسع يتبصوا بقى ادربوا تعظيمة السلام دلوقتي لحبة البركة لازم 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 حبة البركة فيها خاطرة تجنن 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 هاغلف بقى انا وزعتهم ازاي هاغلف شوية بحبة البركة مش لازم اغرق الوش كله ونجرد اني قل فيها دايرة كده جوه حبة البركة وخلاص تهت ساب اللي هاجي بقى هنا على التانية التانية بقى ايه بتاعتبني حبيبي المجننية اسمه تحين ايه تحين وهي عبارة عن اللي هو ملح شطة حمرة شطة سبايسي الفلفل اسمه اه الفلفل الحامي البابريكة فيها كمان الطعم بتاع اللمون تمام اللي هو التالت بقى استخدمت النعناع بودر يا الله الصراحة التلات نكهات دول كمة اجرام عفوا يا جماعة التلات نكهات حلوين قوي قوي وسبت شوية على جنب السادة من غير اي حاجة اختياري للناس اللي مش عايزة تاكل رغم انهم انا سافوها انا سافوها تبارك الله هنا بقى البطل بتاعنا واللي ضروري اوي يكون موجود زيت الزتون يا الله يا الله عن جد بيجنن بيغغوط العقل حقيقي هنزل بزيت الزتون اغلفة بالشكل ده هوريكم كمان تحفظوها ازاي على فكرة وهنزل بشوية بقى من فوق على الابيض برضو انا جبنا السادة ما حطيناش فيها اي حاجة بزيت الزتون زيت الزتون متواجد في كل حتة وده شكلها بعد ما ضيفنا على الاهلية في طبق التديم ممكن بقى تحطيها كده في طربيس التعام في النص كده يا سلام بقى على السوريين وحركاتهم والاخوتنا في فلسطين الله يحفظهم وينجيهم بصوا بقى ايه رأيكم محطوطة بقى في الصباح كده وجنبيع شوية خضار وشوية عيش خدع او خبز زي ما بيقول اخوتنا تاني عشان احنا نواصرين منقوله علي عيش بص هاخد واحدة سادة اباريكو هي ايه كريمية كريمة كما لو انها كريمي تشيز بصوا الشكل عامل ازاي لا بتفوك منك لا بتفرول منك لم حببة لم خرزة ولا مش عارفة بيقولها ازاي وخدت واحدة تانية جميع اللي هي اللي ضيفنا عليها البابريكا والشطة اللي هي الحامية وضيفنا عليها نكهة اللمون وفيها كمان بسيط من الملح اذا انت قدار تتحكمي في الملح من البداية اللي هتعمل الحاجات اللي قلتلك عليها وبعد ما هفرت اللي هو الجبنة على التوستي بتاعي او الخبزي بتاعي هنزل عليه ببسيط كده من تاتشي اللي هو زيت الزتون الحقيقة يعني اعايز اقولكم انه تبرك لك كنتي شابعانة بس ما عملت التست يعني هو بيغري حقيقي لو مش مصدقين الموضوع ده اعملوها هتلاقي نفسكم وانتو الشابعانين بتاكلوا مش عارفين تعملوا على نفسكم كنترول حقيقي حقيقي يعني طبارك الله من اجمل ما اكلت الجبنة دي نجيفة حلوة اوي اوي سهلة بسيطة عندنا التلات نكهات نكهة النعناع نعناع الناشف استخدمنا النعناع البودر استخدمنا الهاية لحبة البركة عايز اقولكو نصيحة اخدتها من طبيبة هي صديقة لي قالتلي اني اجيب حبة البركة اطحنها واضفها مع العسل الابيض وحطها في بطرمان وكل يوم في الصباح اخد معلقة ودي قالتلي عشان تقاوي جهاز الماناعة عندي ومش كل شوية اجي السكي يعني مش كل شوية اطعب وقالتلي دي ليكي وللولاد والحقيقة هي صدقت يعني والله وقالتلي ان وصفة دي وصفة نبوية فلذلك انا فتكرتها اقولت اقولها لكم بصوا شاكلي بقى الثلاث نكهات عملناها مع بعضنا متوزعيها مع الخبز والخضار الصحي الجميل بصوا جعدد وخص احمر واغدر وشاكوريا اللي عارفيني الخضار بتاع زمان اللي كان زمان دا ومش عارف ان دا شغال دلوقتي ولا انكرت بس هو دا موجود عندنا وغالي جدا مع الاسف اللي موجود عندنا في القاهرة اكيد ما كانش بالسعر دا هنا بقى تعالوا حطيتوا في بطرماني ديف ما فويش فيه اي ميا لازم اغطي جبنة لحد فوق بالزيتي الزتون بس انا كان خالص عايز اقول انجوي انجوي يا جماعة